سورة الحشر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أحل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ذننتم أن يخرجوا وذنوا أنكم مانئتهم حسون من الله فأتاهم الله من عيس لم يحتسبوه وقذف في قلوبه مرعب يخربون يبيوتهم بعيدهم وأيد المؤمنين فاعتبر يا أولي الأمصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء العذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد وعقاب ما غتأتم من لينة أو تركتمها قائمة على أسولها فبإذن الله وليخذي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسوله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى وعف لله وللرسول ولذ القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين العغنياء منكم وما أتاكم الرسول فاخذوه وما ناكم عنه فانتوه واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم وأموالهم يبطقون فابتغون فزلا من الله ورزوانا وينسرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون مناجر إليهم ولا يجدون في سدورهم حاجة مما أوتوا ويؤسرون على أنفسهم ولو كان بهم خساسة ومن يغشح نفسي فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في غلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رأوف الرحيم ألم تر إلى الذين نافعوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن خرجتم لنخرجن معكم ولا نديع فيكم أحدا عبدا وإن غتلتم لننصرنكم والله يشعد إنهم لكاذبون لئن خرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نسرهم ليولن الأدبار ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم نشد رحمة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محسنة أو من وراء الجدر بأنصرهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وغلوبهم شتى وعلك بأنهم قوم لا يعقلون كما ظل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كما ظل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وظالك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله بل تنظر نفس ما غد مدلغ دروا اتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستبي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشئا متسدعا من خشية الله وطلك لم زال نذربها للناس لغلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم القيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك الغدوس السلام المؤمن المعيم العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم سورة الممتحنة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تنقون إليهم بالمبد وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مراتي تصرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فغد زل سباء السبيل إن يسيقفوكم يكونوا لكم عداء ويمسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وبدوا لهم تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة عسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لغومهم أن إنا برعاء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدى بيننا وبينكم العذابة والبعذاء أبدا حتى تؤمن بالله وحده إلا غول إمراهيم لا به لأنستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكل وإليك أنا ابنى وإليك المسير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لغد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو العني الحميد أسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم لا يناكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتغستو إليهم إن الله يحب المغستين إنما يناكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم من تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مؤمنات مواجرات فامتحنوهن فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن يل لهم ولا هم يحلون لهم وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بيه بإرسام الكبافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ظالكم حكم الله يحكم من بينكم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا وذين ذابت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتغوا الله الذي أنتم بيه مؤمنون يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرغن ولا يزنين ولا يغتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعسينك في معروف فبايعهن واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما عذب الله عليهم قل يأسوا من الآخرة كما يأس الكفار من أصحاب القبور صدق الله ولي وظيم سورة الصف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مغتن عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله سفا كأنهم بنيان مرسوس وإذ قال موسى لقوم يا قوم لم تؤسونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زعوا أزاق الله قلوبكم والله لا يهدي القوم الفاسقين وإن قال إيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءكم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليدفع نور يدفع نور الله بأفباههم والله متم نوري ولو كره الكافرون هو الذي يرسل رسوله بالهدى ودين العقل يضرموا على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسولي وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحت الأنهار ومساكن تيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تهبون نصر من الله وفتهم قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كنوا أنسار الله كما قال إيسى بن مريم للحواريين من أنساري إلى الله قال الحواريون نحن أنسار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على أدوهم فأسبحوا ظاهرين صدق الله العلي وعظيم سورة الجمعة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يصبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العظيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويذكيهم ويحلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من غبل لفي ظلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فزل الله يؤتي من يشاء والله ظل فزل العظيم مسأل الذين عملوا التوراة ثم لم يحملواها كمسأل الحمار يحمل أسفارا بإنس مسأل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي لقوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنبوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما غدم دايدهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للسلاة من يوم الجمعة فاصعوا إلى ذكر الله واذروا البي ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا غزيت الصلاة فانتشلوا في الأرض وابتعوا من فزل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لحوة فاذلوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من الله ومن التجارة والله خير الراظقين صدق الله العلي العظيم سورة المنافق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فسدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فتبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك جسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل سيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أما يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم لكم رسول الله لو رؤوسهم ورأيتهم يسدون وهم مستكبرون سباء علي ما استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على ما عند رسول الله حتى ينفظوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لإن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا لأنظمنا لأزل ولله لإذة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا ترعيكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل غريب فأسدغا وأكون من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون صدق الله العلي العظيم سورة تقاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يصبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله حمده وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وسوركم فأحسن سوركم وإليه المسير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فزاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا وبشروا يهدوننا فكفروا وتبلوا وتبلوا واستعن الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتوعصن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسولي والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التقاب ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاتي ويدخله جنات تجري من تحتها العنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العزيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المسير ما أساب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأتيع الله وأتيع الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم وأدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله إنه أجر عظيم فاتغوا الله ما استتعتم واسمعوا واتئوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوغ شح نفسي فأولئك هم المفلحون إن تغرضوا الله غرضا ناسا يزاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم القيب والشهادة العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم اشتركوا في القناة شكرا 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 شكرا